موسيقى موسيقى مساء الخير، مساء المحبة، رمضان كريم عاد علينا بالخير والصحة والسلامة حلقتنا اليوم منتظرها من كم شهر بس هكذا أقول لكم مساء الورد فاطمة مساء الورد، مساء المحبة رمضان كريم عليكم رمضان كريم عليك حبيب رمضان مبارك عليكم خير وسعادة وأمان على كل العراقيين أمين أشتاقت لك والله أنا لم أشتاقت لك لماذا؟ لم أجدني للمستشفى ولا خابرت ولا ذكرتك سوف نأتي بالسوالب لا سوف نأتي ولا سوف نأكل ولا سوف نشرب ماذا سوف نأتي؟ طبعاً دعني اعتبع عليك ماذا أعتبر عليك؟ حتى أنت زعلام من عندك والله؟ طبعاً ماذا؟ نعم 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 زين فاطمة زعلام منك؟ نعم لم أكن لدي علاقة بها كصديقة وكذا أشرب أسلمني على رأسك لكن أصدقاء مقربين لي يسيلون عني وصلت للموت نعم 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 الله كريم دعنا نتحدث عن أجواء رمضان نعم بعد الأفطار ماذا تقضون بالبيت مع العائلة أو شغل خاص بكم بالنسبة لي صايم داليا مصوم داليا مصوم داليا مصايمة أنت؟ كل شيء لديك داليا صايمة داليا صايمة أكيد صايمة أكيد أستاذ علي لماذا تحب فينا؟ ما علي؟ أنا صايمة هذا أول رمضان الحمد لله يعني يجوز مرة عليه شهر شهرين ما أكمل الشهر لأنه يعني نشغل وتصوير بس هذا رمضان يعني لأنه مال تزميد وأنا أصلا رب العالمين يعني بعث بي الروح من بعد الوعكة الصحية الحمد لله فقررت أنه يعني أبدي من قول حياة جديدة لكن هي قاع جديد بداية جديدة بداية جديدة بداية جديدة إذن رمضان وين تخلصون؟ يعني أكثر الفنانين يعني نحن المتعارف علينا بالعراق ما هي الأجواء تكون؟ المتعارف علينا أكثر الفنانين العراقيين يعني في رمضان هم أكو عمل هم أكو شغل بالنسبة إذا أكو أعمال بعدها يعني ما مكتملة يدخل علينا رمضان وبعدنا نصور أو عندنا أمسيات وaçõesيات فنية جيداً، سأل السؤال المهم في بداية الحلقة أه لا تخربوا أنا وعلي، ترى ما نخرب؟ لا، لا تخربوا، ونحن جاي نعمر وننخرب، ظالم رمضان جنابك الصومين داليا؟ أكيد أصوم هي قالت أصوم هي قالت أصوم نعلم طبعاً، داليا من الشخصيات الطيوبة جداً شكراً جداً ما لدينا علاقة بال... صحيح الشو اللي هي السوية دائماً هي من المثيرين للجدل لكن ليس بإساءة صحيح هي جوز مرات تتقصد أو عن غير عمد أنه يثير هو الفنان بحذ ذاته أي شخصية مشهورة هو مثير للجدل جميل، كيف تبريغ؟ طبعاً، لعب كرة القدم لما مثلاً يصيح بصحة في هذا شو؟ يعني هذا مثير للجدل صحيح فهو أي شخصية مشهورة يثير الجدل صحيح لكنها قلب طيب، شخصية جميلة شكراً لك شكراً لك لدينا أصدقاء جوز ما من عشرين لا يعرفونها من يقلون غير عن العالم السوشال ميديا حبيب شهادة أنا كل شي أعتز بيها والله جميل أستاذ علي مريت بأزمة بيها اللي وقفوا إياك بيها اللي دورت الشيء لا حيث بالله هي توضح أنها أكثر على هذا الموضوع وقتها صح لأنه صار موضوع رأي عام وصارت الناس حتى كثير من الناس تقريباً من هو اللي وقف لك؟ من الأصدقاء وقفوا للناس من عامة الناس عفو أنا عندي قولتها هنا جوائدات بحياتي يعني مسوي زين الحمد الله ودعاء الناس رجع لك الزين اللي سويته؟ نعم نقدر نقول تقريباً 90% من الناس اللي يقفوا وياي بالمرض ما بعد المرض طاروا؟ طاروا ما عنهم شن الموضوع شن السبب؟ لكن هم خلف الله عليهم اللي وقف لي اللي ناشد اللي يساعد اللي يعني ولو أقل شي دعاء دعاء لي تسودني وما بي الحمد الله شكراً ألف سلامة يا رب وأجر وعافية الناس هم مشغولين بحياتهم وأعمالهم تذكر الناس؟ طبعاً لا يعني بس هم انت بلشت بداليا ونزار هاي بداية الحلقة اللي يوقفوا وياي بشدتي أكو ناس ما أجوا ولا تتصلوا ومعدورين لكن أكو بيهم ما أجوا ولا أوصل يحشي وراي يحشون وراي؟ بس علي فرحان تمرض ماكو غيري مش خبستونا بعلي فرحان واحد يقول هل قد جمع فلوس؟ واحد يقول أي شيء طبعاً أموال الدنيا كلها ما تسوي جايك هذا السؤال أنه أنت قد جمعت على العملية شوف أنت طابة على طمع عرفتك كانت أمينة لا 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 أأنه لا 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 لا讓 sava وضع على هذه الع override هى ممتو pół لو رزق ما الح؟ لا أحد أما identifying زحتك بنا بالدنيا نفسك كنت أقل هي فيترى لك ظرف الأمر والتوفيق على النجاحات الجميلة الله شاهد أنت غالي و أنت عزيز و ألف سلام أستطيع أن أبرر لك خلق السؤال و أرجع أبرر خلق السؤال و أرجع دعنا نتخل بالمفيد قبل أنت قلت أصوم صح في رمضان لكن هالخدود والشفة الوردية ليس لا أقل عضش لا لا والله العظيم أصوم صدقاً والله العظيم يعني أنا و والدتي كلنا نصوم بالبيت ما هو الغلط في الموضوع؟ هناك عوائل كانت تأتي للمسرح كل شهر تأخذ راتب من داليا هناك عوائل متعففة لا أعرفها هذه كانت إلى راتب شهري من داليا نعيم داليا أنت تأتي راتب للناس المحتاجة؟ أي شكوا بها يعني عندها لي شما ينطي شكوا بها أنت؟ أي أن؟ يعني عندها يعني عندها يعني عندها فلوس يعني طبيعي ما هذا الأسد؟ ما هو أسد؟ ما ذلك؟ الأسد من رمضان ملزانية عالية ملزانية عالية ما الذي يجبني من أخذ هدية اليها؟ أمر جابر عفية عفية لا يكون ما رأي Ganze لا يدرون به بالدين داليا ما هذا الأسد؟ هذا بالدين ما هذا الأسد؟ أخذنا أسد؟ وهذا أسد؟ أعمل أسد؟ النورة أين تحن الساحة؟ ما هي عمواتي الجديدة؟ أنا موجودة شعرت بمثلثة هالسنة طلعت ضيفة وأحبت كل شيء التجربة عمل اسمها طوارق على قناة دجلة وطلعت استضافات باقي القنوات وموجودة موجودة بالتوفيق لك شكرا جزيلا أستاذ علي أنت دائما أضيف للمسرح الحمد لله هذا يزعج الممثلين الموجودين أو المخرجين حسيت بهذا الشيء؟ لا يزعج اللي ما عنده ثقر نفسه صحيح لكن الشخص المتمكن من أدواته بالعكس أضيف له تحياتنا أبو سيف تحياتنا أستاذ عبد الرحمن المرشدي نحن لا نقوم بعمل ولا نقوم بعمل وتمرض خطيئ الرجل لأجر عملية جراحية يرى التفاعل أكثر نجومنا يحبون الذي يساعد يقاع بالعمل الحمد لله يعني تساعد؟ طبعا ساعد أنا حتى مرات مثلا بالعمل إذا كان أيام لوت جمهور أو أيام إعياد أو عندنا جمهور مناسبات أضغط على نفسي أضغط على صوتي لكن حتى صعد الإقاع كان المرحوم على الداخل الله يرحمه يعني إقاع العمل صح أنت مستهد بعملك أنت مستهد بعملك الحمد لله رب وحبك أنت راقي وغالي وحبيب شكراً لذوقك شاهدنا بوست على الفيسبوك مكتوب أنه دالين عين أجرت لـ 43 عملية تجميل فعلاً صح؟ ألف بوست كم عملية أمانة؟ أرى عمليات التجميل صار شيء طبيعي وإعتياد رجال كاموا يسوون عمليات تجميل أمتي كعملية لم يكن هناك نية بهذا الوقت كنت تسوي عملية تجميل صدقني سواء كانت مشهورة أو مثلاً ربط البيت عادي طبيعي الموضوع أرى شيء طبيعي ما معنى مركزين على دالين كم العدد؟ كم العدد؟ 40 عملية تجميل تحتاج الوصول كم العدد؟ وليس على غلط أقصر في 33 عم لا، ليس 43 عم قدت أغضل الدق بالهم أنا أغضل دق بالهم وأعادة أغضل دق بالهم قدت أغضل الدق بالهم تغير منك؟ أنا بالطبع لا أقول لأغضل الدق بالعمل ما زين لماذا تغير كل سنة كل سنة شكلتك تغير بل أي فون يصدر وحد أصدر وحدهر 13 hair 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 تتحدث نعم تحدث ماذا تغير تغير تغير؟ يا تغيير شنو؟ نحو الأسود؟ لا عكيب أنت حلوة هيا، تريد أن تشوف نحو الأسود؟ لا لا لا، خلقوا لي أن يشغل دي قبل أن نبدأ لا لا، يقول لي حلوة، طائرة أنا قلت لك أنت حلوة لكن لماذا كل سنة تغيير بشكل؟ يعني شوفك تفاجئ كل سنة تنزل عملية جديدة لا نعرفه أنها دكاتره بحالنا يا سلام أنا، لما أن أذهب والله العظيم، يمكن أن أقوم بنات قاعدين يهم الدكتور نفس العملية بالمراكب لكن هو الشخصية العابة تسلط علي الأضواء وللعلم هي طبعاً نحن اشتغلنا دالي العين في بداياتها نعم طبعاً هي صح اسمها عمليات تجميل يعني ما تقدر تفرض على ما رأي أنه مسه عمليات تجميل واستحيل هي أعرف بالموضوع منو تحس وياك على طول كان من المموثلين وخذلك والله هي بدون ذكرها اسمها يعني هو إحنا عدنا يعني كان عندك؟ أهلنا يقولون كل شي ديان حتى دمعت العلم يعني كان عندك شخص على طول وياك من الساحة الفنية؟ ست إحنا بالعراق نعم وكل شيء بكل شيء لازم تخلين بصمة بيه إذا كان خير مهم فرح لكن من تعبرين ذن الأمور ودخلين منطقة المحظور بشار بالنفار نحس من إليك بالغيرة نقدر نعتبه الغيرة الحسد يعني الفرح الشاركين إنسان بفرحته بنجاحه بعطائه منجز إلي هذا ينحس بإليك فاشر عقبة إنتهم تنجعين إذا كان بشار الشاركين بلا سامح الله أو حسد أو غيبة أو نميمة هذا يرجع إليك فاشر عقبة إنت توقعين في مطر أكيد يعني أنا حسيتها بنفسي أكو ناس وشفتها أكو ناس يجي أكو ناس يساعد عشر طبعا يعني في هذا واقعنا شفنا الأبشع صارت وياك؟ أنا أكثر إنساني أنت مريت بأزمة أنت مريت بأزمة أكيد صارت وياك؟ أيوان سؤالة جيد من شخص قريب عليك؟ ليس مريت بهذا الشي لحد هذا وقتنا الحاضر وهو من الناس يعني بالوجه الشكل وبالظهر الشكل حيح أنا أحسة للمرأة من الممكن شون تتعاملوا إياهم؟ للمرأة من الممكن من جانب الغيرة بغار بس الرجل صعب لا معيبة عيب الرجل إذا لم يكن شجاع لها ليس رجل شون تتعاملوا إياهم؟ والله أنا حالياً حياتي أحكيها بصراحة فعلت هرمون الطز كل شيء جداء يعني بعد العمر ما يتحمل وصلت الواحنا بعد حلق ما تهمك؟ ما أعاتب صديقي حبيبي وألتقي ما أم أنزل نفسي ذا أعاتب فليش أنزل نفسي؟ خلاص بعد أكون رب العامل إن شاء الله ما يصور لك أي شاعر وشوفوني أرشيحتك بأعمل وإنشنيت كذا هو نفسي يقول له إيش موضوع يتصل علي مدير القناة يقولوا الله أردتك بفلان عمل وقالوا لي مسافة صحيح هم نفسهم الله يبعدك عنهم الله يسامحهم الله يسامحهم هم يبعدك عنهم داليا نعيم ما هو الحالة الاجتماعية حالياً من الزوجة؟ يعني أصور هذا شيء خطمي يعني مضرر الناس تعرفه أنا ضد أنه يطلع حياتي للعلن يعني أنا ضد تموت قريباً من الزوجة قلت قدم الزوجة قوية لا 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 حسن لك حياتك في السؤال أنت حياتك الخاصة لا نعرف أنت من الزوجة منه تطلقتي منه تحبي منه عكس بقية الفنانات نعرف من الزوجين مرة ومرة ومرة أنت لماذا ضمتك علينا؟ خائفة لا يأخذوا؟ ممكن يأخذوا لا يأخذوا الرجل من ينحكي ماذا؟ ممكن يأخذوا لماذا تحب غار عليه لا أحب أحد يشوفه مو غلط هل يخطفون زوجتك؟ لا 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 أقصد شيء لكنني ضد حياتي خاصة لا أحب أنه تظهر للعنن ليس غلط صحيح كل شخص يحفر طبعاً أيضاً أنا لما كان عامة أخر ماذا يشتغل؟ ما هو مواصفة فارسة؟ لا يشتغل لا يشتغل لا يشتغل يشتغل فائخ لا يشتغل زوجة لا يشتغل لا هل يشتغل فائخ؟ صدق لأسف فائخ لا 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 الأمانة ليست شرط يعني أنني أحبه لأن أخلاقه لا أخلاق عالية أخلاق عالية أدى مفادئ مو؟ جيد السؤال حتى أدكرها الله أدكرها الله يلا السؤال ترجع فاطمة قبل ويا الأستاذ نعم نحن نقسمها إلهام شاهين نعم قالت بعد أمن طويل مننا موت تبرع بأعضائي تلك من بعد أمن طويل تتبرعين بأعضائي أو أكو عضو ممكن أن يستفاد منه صدق تتبرعين يعني أيام ليش لا عادي كليش طبيعي الموضوع تتبرعين بأعضائي أي ليش لا يعني أنا مخالة مثلا فد شي معين أنا أصلا هذا السؤال أنا مخالة بوالي لكن مو غلط ليش لا وإنه زارة الفارس يزار أسألة مطبيعية لأ أيام ممكن تتبرع بأعضائي عادي تحسين الناس ليس لا يستفاد منه أليا ثم قل designer leş 89 حسين التعباني في التجميد لم تدرع بأعتوق متاع واحد كليات جيدة جدا كلياتي كلياتي الأقلبي أهرب عيون المترح أعطي نعم قليتي عانents وجيد يعني شغالاتor عبس كل الأسان هل هي الإنسان؟ لا والله لا ها صاحبة الإنسان حاجة شاية لا هي هادئة لكن إذا واحد يستهز كل إنسان هي شيء يعني أنا أرى شيء طبيعي يعني يستلبس دوني إذا أحد يأتي شيء يتخرمش عين أستاذ ما رأيك بالدراما؟ عين أستاذ عين أستاذ حذب القلب أستاذ صعد ذقاء ما رأيك بالدراما بالوقت الحالي هل تتقدم؟ أنا ذات سيليني مثلاً أقيم الأعمال يعني مو اختصاصي أقيم الأعمال لكن أنا فرحان بالكم أولاً أنت فنان كوميدي كبير يعني أكيد لك رأيك بس أنا مو ناقد يعني مو من صلاحياتي أنه نقد ممكن أقيم أصدقائي هذا حلو هذا كذا هي بصورة عامة أحنا ماذا نقصد أحد بصورة عامة نحن الفنانين وقعنا نفسنا مطب وهو سمحنا الناس من عامة الناس اللي مثلاً يأخذ الأمور من كشورها بالإساءة بهذا العمل موزون أو لا بعد ما متابع إلا ثاني حلقة ويحكم على العمل المهم عندنا منجز بكمية بقتين من المشاهد ما يختار من هذه الكمية يطلع من عدة نوعية أستاذ أحنا أحتمال نجمل يعني أحنا أحتمال نجمل يعني الجوز أكو فت عمل ناقصة فت شيء أنه أنت تضيف عليه وبرائيك ما بها الشيء ما أعتقد كل الأعمال محط أحترام لأن بيها جهد بيها ناس عاملين بيها فنانين بيها فنين أكو جهد لمدة شهرين أو ثلاثة متواصل من الصبح لليل ما يصير إحنا نجي ببوست واحد نلغي هذا الموضوع إذا كان العمل ناجح إلى جمهورة وإذا كان فاشي أحتمال من حبنا إلهم إلا صح أنت ملاحظت الصح لكن أكو ناس اختصاص تقيم هذا الموضوع مثلاً هسن ثارت جدل اللي عمل معين نعم عمل الكاسر نعم تحياتنا لكل العاملين أهلنا وأصدقائنا الموضوع اللي ينثار من جهات ما عدا إلمام طيب إذا كنت أنت ما راضي على العمل أكو جهة رقابية اسمها نقابة فنانين العراق وأكو قانون أقد ندعو على هذا العمل يوقفونه ما يعني أفتعل هذه الهجمة أنت مع التوقيف؟ أنا ابن الجنوب مع التوقيف؟ حياتنا لأهل الجنوب حياتنا لأهنب الغربية كردستان الجنوب الشرق كلهم إحنا العراق يعني العراق لوحة جديات بعيدة جميل جدا وهي ما قد مرت علينا؟ ما قد تاجروا بهذا الموضوع مات طائفية؟ ما يقدرون صحيح وأبسط شيء يرون أنه يروح الشخصية من الجنوب يروح للغربية العراقين هل 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 يقولون أهدنا يقولون هل تكبروا الصواني صحيح ما عدنا يعني طفلنا بعذب بالضبط والله فمن يتجرى أنه يسئل لشخصية جنوبية؟ لا ما يكون من هو من الشخصيات من الفنانين ما يستعز بعشائرنا أو قبيلته كلنا إذا كان من الغربية أو من الجنوب أكيد كلنا خبرين تقريباً بالمئة عمل مخرج أيمن ناصر الدين رجال ذكي حريف مخرج من الطراز الأول الفنانين كلهم والنجوم تحياتنا لهم جميعاً حتى المؤلف يجوز الصير هفوات يعني الصير هفوة بسيطة ما يريدون عليهم لأنه يوجدونه ما هي قيمة مسلسل؟ لا طبعاً عشان أرد قيمة مسلسل أو شخصية لا تبرير سليم بالعاكس آني ألوم يعني عذراً هذه الكلمة ألوم أهلنا وناشتنا أهل العقل والفكر ورأي إنهم مسلسل أنا من الجنوب أبو تفحيات أنا أبو أهلة أقول العفوة لا أطلع توسج ما أعلمني لا الناس راحوا يأخذون عطوة عطوة يعني مهلة على فصل سيارة وكذا وبيها واحد متوفي فرحوا للشيخ للبيت بالجنوب ما يقول يقول مرتح أجوز دقوا الباب قالوا أبو فلان أبو فلان الشياء قالت المؤلاء طالع قالت المؤلاء طالع أخوة ما أخذ البيت ويا طب تفضلوا ما رأس يا أخي قالت أنها مراشنة طب أبطل قالت المؤلاء ما رأينا قالوا على عطوة قالت المؤلاء قالت المؤلاء عطوة قالت المؤلاء عطوة مكان رجلها هل من الممكن أن هذه المرأة قيمة بمسلسل لا طبعا لا طبعا تبريل سليم ومنطقي مئة بالمئة تحياتنا للجنوب شكرا لك كلام مبرر مئة بالمئة نعود لداليا كنت تحبين تكونين من ضمن هذا الكادر ومسلسلات كاسر يعني يعني هو غلط بس لا تعرف ترمس يعني يعني شكلي بعيدة عن هذه المسلسلات يعني هو هم منطر أنا موريث ريف هو عوامين الموضوع يعني لا هو غربية ولا هو شرقية ولا هو جنوب يعني ما أعرف حتى بالأزياء صح حتى بالأزياء مقدمة برامج أنت فنانة ماذا أنت يعني أكيد أنا مقدمة برامج نقول داليا أنني معلمة العلامية لو داليا معلمة الفنانة يعني أنا مقدمة برامج بس يعني إن شاء الله مو غلط يعني حابة أن أدخل مجال الدراما مو غلط شهرتك تحسيها بس بالعراق لعالم السوط العربي اشتارتي نعم شهرتك تحسيها بس بالعراق داخل العراق أصور هذا الموضوع يمكن العالم تقيمه مو أنا أنت قيمي نفسك يعني 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 رفض قاني يعني 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 ما تتمنين يعني اليوم على الفطور من نصوم قبل أن نفطرني الله سبحانه وتعالى أنت من ترفعين إيدك ربك شي طيدين بعد جمال أكيد ما لأكو أخذوذ الله أكيد انت شي طيدين الله عليك لا 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 أكيد يعني والدتي كل شيء والدتي كل شيء أحبه الله يحفظ الله يحفظ الله يطور بعمر ماما يعني يعني لا يحرق قلبي على الحب شوان شوان لا يحرق قلبي على الحب يعني يعني طلباتي بسيطة شوف لا يعني بعد ما تحبه لو تحبينها أكثر لو بالجملة يعني سمعتني يعني ما نقول على الفطولة يا الله يزيد رزقنا أنا طلباتي بسيطة ما يحرق قلبك بالحب لا يحفظ على الحب لا يحفظ على الحب لا لا يحفني أكيد لا يخوني يعني لا يخوني لا يخوني مثلا أماما أماما لا قفت لا 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 شوية ما هي هذا يا أماما سعرت مرة أحد خانج ماذا سعرت النصباح ماذا سعدت يا حبيب آخر ما ردت فعلت ولله عظيم يعني فعلا أنا مستعدة كسرت كبير كسرت الخيزارة وردما كسرت تلبيت كلها من ربت حبيبي شخانك شوان راضاتش؟ يعني أكيد هو غلطان الخيانة الخيانة صعبة الخيانة صعبة الخيانة صعبة موحد يتقبلها الخيانة مرأة ولا رجل يعني شخص لما يمر بهيك موقف ويصير يعني ما يعرفش يسوي بالضبط يظل يحصل على الحقيقية شلون رضاتش؟ شلون رضاني خلاص صار أن هذا الموضوع لم يتكرر وفعلاً صار هذا الشيء خانش أنت داليا نعيم وخانش حبيبك يعني شون بقيت الناس؟ يعني رجال إيش طلعنا فارغة؟ خانش أحلى منتك؟ لا لا يعني والله بدي أطلع لك الصور تشوف طلعنا أنا صحيح إن شاء لا حضايا لا حضايا يعني طلعنا صور طلعنا داليا حبيبك شخانش وحدة ليس حلوة؟ أي يعني أنت أحلى منها؟ نعم لماذا خانش؟ الرجال يعني أكيد ليس الأغلبية حتى لا تنأخذ مؤاخدة عليه الأغلبية ليس الأغلبية يعني ليس الأغلبية يعني ليس البعض يعني عينهم نعم مشهور ما هي عينهم؟ شوية عينهم يعني فارغة؟ ليس فارغة ليس فارغة ليس فصوتك أنت ما مال يعني أصوتك لا بالعكس وهذا الأسل ما غزار طبعاً كانت بداية العشوار بداية العشوار لا نزل غزار لا نفنو فلاك تتغزار لا شعر الأسلار البداية هسا لا بعد خلاص كانت بداية ونقدر نقوم معه أغلبات والله داليا متن خان نقدر خاصة هاي البطل بنفسك أسامحو خطيئة يابا مسامح يليم والله أنا كلها مسامحة ترى أنا كلها مسامحة هاي انتهى الموضوع لا خلاص أنا سامحت لدينا فقرة الرسالة رسالة؟ ايه داليا رسالة وأستاذ إليك رسالة هماتيا يعني رسالة من ملو ما أعرف هذا يعني شخص؟ من شخص يجوز من ابنيا أو ما شخصي رمضان كريم شخصة؟ شخصة شخصة هذا السؤال أستاذ علي شكراً هذا السؤال أستاذ علي حبيبتي شكراً سؤال رسالة الله يخليكم لا لا هذه الفترة مشمور بالخلاط يعني ما أعرف أستاذ علي بل هي رسالة احنا ما نعرف من وين ما 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 حتى شب هذا جمال رسالة رسالة زين جاية من الشخص نحنا ما نعرفها من وين بس أكيد قريب عليكم يلا ما تهددونا لا لا ما نهدد أحذروا من وين طوام من منو يعني منو منو تتوقعين أنا هسسوا من منو أتوقع شخص قريب علي يعني أم ما أعرف يعني أنا مع العلم أنا ما عندي مثلاً شخص مقابرة أبو الأسواق يطلب نيوك كمال خلينا ناخد هذا الفاصل يلا أوكي ناخد فاصل من بعدها راجعي موسيقى رجعنا لكم من بعد الفاصل مشاهدين الكرام لدينا رسالة لضيوفنا العزاء أول رسالة يا دالية حذرت منه لا أبلش لا يعني يعني ضروري نشتغل منها الغالية أبلش توني حبيبتي مشتاقلك هوايا وعلى العائلة الكريمة وعلى أحبابك مثلاً أنت عرفتين أنا منو بحقك بس أنا اشتغلت وياك هوايا أعمال وكننا متونسين ومضحك مع بعض ونستوي مقالب وكنت أطلع وياك أما أطلع دور أمك أو أطلع أخذ دور أبوك يعني عمرك شبير ودومي لابس غطرة وعقال ومناظر هل تعرفتين أن أكمل؟ لا أم عرف ستستغربين بالوصف وتخامنين هوايا أنا مو صعبة على ذات الرسالة حتى لو كنت آني مو يمكم صدقين يظلوا أنت إنسانة راقعة جداً بس ما عندك حظ عندك طيبة تقلب ما يملكها أحد ودائماً شنت أحس بيك طفلة ولكن طفلة وما تكبرين المهم دير بالك على روحك حبيبتي ولا تظلين فطيرة أبوك الفنان أنا داخل الله يرحمه الفنان الكبير لا فأنت أخذ دور أمي دائماً لا أمو ما لدموع أنا ما أدريت والله الرسالة والله من المعد مو مني مو قصدي تزعلين طلت المعد طلت المعد طلت المعد المعد طلت المعد رحمة ونور على روحك أبو ريام أمونا للعلم يعني أنا قبل أسبوع كنت وياه صورنا حلقة يعني يعني كان كل شيء مابي يعني بالليل طبعًا سمعت هذا الخبر كل شيء تأثرت لست أتصلت بالفنانة شاهندة طبعًا قلت لها ماذا توفى؟ قالت داليا لا أعرف فاتح يعني لايف كل شي ماضي لكن كل شي دمرتني بها رسالة الله يرحمي الله يرحمي الله يرحمي دربات على نفسك داليا تخافين من الموت؟ أنت تخافين من الموت؟ أكيد الموت حق يعني بس يعني يعني ما أحب ما أعرف أنت كذلك نعني أنت تفاكين بالموت؟ أكيد على طول خافين منه؟ أكيد أخاف منه مستعدة إليه؟ هذا الموضوع والله بيني وبالرب العالمين أنا كن مستعدة إليه أين حبيبتي؟ شكرا استعدي إليه لاف أه أليسا عمون نضحك ناشي بشاشي بنفس الوقت الحمد لله هون ما شوفوا دموع وضحك قلبي شطيف نعم يعني هو يجوج إحنا يعني أكثر الناس اللي خسرنا أبو ريام الفنان علي داخل أكثر من عائلته لأننا كنا عائلته يعني حتى في أمورنا من الشخصية نستشيرها يعني حتى من نوقع في مشكلة نستشيرها الله يرحمه هو كان أب وأخه صديق الله يرحمه برحمة الواسعة أمين يرحمه جميعك يعني كل هذه بيد رب العالمين كنا معرضين لهذه الأمور ومثل ما يقولون خلقنا لنموت صحيح لا تحق على كل أحد أكيد نبدأ برسالتك إلى العزيز الغالي الفنان الوايد أعزة علي فرحان وايد وايد صار الشغلة عربي أمور من عندك الكويت نعم رح 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 شوف باللهجة الكويتيان شلوني رمضان كريم يعيد عليكم على كل العراق بالخير والبركة يا رب تكون بخير وسلامة آمين أنا سعيدة جدا بمعرفتك يا علي وأتذكر أيام كاس الخليج كيف كانت الأجواء وايد حلوة وبهذه المناسبة أحب أقدم اعتذاري إلى الشعب العراقي لما تقدم من أحداث غير ناضجة في مسلسل دفعة لندن واعتبرها غير مهنية واللي يربطنا معاكم تاريخ ما يهزة أشخاص أو أفراد بعمل مدفوع ثمنة نعم أنتم أهلنا وناسنا ومو تشذيء نرد الكرم والطيب اللي شفناه بكاس الخليج أحب أقول لك يا علي الشعب الكويتي كله ما راضي على هذه التصرفات الفردية وإن شاء الله سيكون تعاون مشترك مثل ما اتفقنا أنا وياك وميس وطارق العلي نعم وخلونا نقدم شيء يسعد الشعبين تحياتي إلك والكل من معك والكل للعراق أختك هم أثنين يعني أنا ألتقيت بهم كيس الخليج الإعلامية فجر السعيد والإعلامية حليمة بولند حليمة بولند تحياتنا لها شغل يعني مع أخوان الفنانين الكويتيين هي حليمة بولند تحياتنا لها صار برات اتصالات من الفنان النجم طارق العلي والفنان النجمة ميز غمار تحياتنا لها أكيد تحياتنا لهم ورمضان مبارك عليهم وصح كانت أجواء كلش حلوة تقدمت اعتذار هي سبب المسلسل نحن نجعل نفس الموضوع لا الشعب العراقي قيمة مسلسل نعم ولا الشعب الكويتي قيمة مسلسل هاي الأمور الفردية لازم ما نأخذها فيها جدية يعني عمل إذا كنا نحكي على الأمور أكثر الأعمال كل الأعمال بها شخصية مثيرة للجدل بضبط نحن مرات العاطفة تأخذنا مثل ما صارت بغواية مطبات يعني حتى بأمور سياسية نعم حتى بأمور تخص يعني مشتقبة للبلد أهل العقل إحنا اللي نعلم الناس على الصبر على حل المشاكل يعني حتى أبسط الناس اللي عندنا هم وعدهم حكمة بدرق الفتنة بإصلاح ذات البين وهذا شوفين عراقنا كلها عبارة عن أننا عايشين بصائد رب العالمين أولاً والناس الخيرة بصراحة يعني أنتوا شوفين طرعين بسيارة ما بأمني؟ أحد ما ما انت بيدعم السيارة من اللي ما انت تخطين بأخوتك كبير أو بالوالد بالوالد صحيح ليش ما انتصلت بأخوتك صغير أو شاب من شبابكم لأنتوا عرفين أنه وذاك عنده الحل والرأي ولله صحيح أكيد فنحن لم ن نساق رائساً على مسلسل لا لا الشعب الكويتي والشعب العراقي أكد بالأخير نحن كل نحن أخوان هذه الأمور خاصة الأمور التي تدخل بها النساء بالأعمال الفنية لازم تكون حزابية الكويتيات وخليجي بشكل عراق مع العراقيات العراقيات تقول لك فنعراقية قد احنا النسوان تقوموا بمشاكل نعم بصراحة مكاتبة العمل كويتية هذه الجملة التي تارت الجدل كويتية أو مرأة فلا من المعقول من الرسالة يجوز من ضمن ضجة على ممثلة عراقية من ضمن مشهد أو سياق عمل كامل لي هاي الجملة لازم تنقال نعم مثل ما أثاره والجدل على موضوع الرقص بمسلسل الكاسر ما هو فيلم الرسالة و رقص موقع رقص لا رقص حسنت حسنت صحيح تبريد سليم قبل ما كنا نقول معزوفة تسعى معزوفة حسنت كمان يلا فنجعلها حفلاً وخلوق الفقرات مخلصاً لدينا فقرة الأسئلة السريعة راح تجاوبوني بسرعة يعني بسرعة؟ سأقلبكم بسرعة أكيد أكيد من منكم يتململ وعجوزي؟ آني يا عجوزية آني مليني بسرعة؟ نعم ملين غيرين قبط نعم كسول ببعض الأحيان كسول لكن ليس تململ وعجوزي كسول نعم من منكم أبو دميعا؟ يبجى بسرعة؟ طا 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 ما هي ممت؟ أنا معروف نعم علي كل شيء يعني أنا معروف هذا الموضوع نعم منك صحيح نحن العراقيين بسرعة عامة كلنا يعني عاطفين وبسرعة نكتشي وكلش بساني يعني تنزل دموع على شيء سوي بصراحة جيد ما صنع وليد اللحظة يعني رأسي ننفجر فح من منكم يتمارضوا هواية؟ لا لا كلها أنت؟ أنت علي؟ حمد الله حمد الله أنا لأمو دائما يعني وسط وسط طبيعية هن بناء بعد معروفة نعم تدلع قبل كانون بليد قبل كانون بليد قبل كانون بليد من منكم يحب المسرح أكثر من التلفزيون؟ طبعا علي ها أنت؟ مني لتلفزيون أكثر؟ لا أنا أحب التلفزيون المسرح أحبه مثلناتهم بس هي لها ظل جميل بالمسرح لها جمهورة بالمسرح ها لا المسرح ملكة يعني أنا على المسرح يعني أنت أقوى على المسرح من التلفزيون؟ يعني يمكن علي عالي أشتغل ويايا بالمسرح أكثر أعمال يعني آني آسوة هواية يعني كنت تيم سوة آني وياك وكنت نقدم شغلات كل شيء جميل 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 يعني تمثيل شغلات وضحة وخاف يأخذونا بغير شيء أحب مننا هالله 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 يالله لا على المسرح عفو حتى نعجع المسرح وهي دعوة من خلال برنامجكم الجميل أنه أكو يعني منظومة كاملة رح يصير لإرجاع المسرح الشعبي إن شاء الله إن شاء الله يعني رح يصير عملية مزيج أو مكس بين الفنانين النجوم وفنانين النجوم الشباب والجيل يعني يالله إن شاء الله بشاء الله هل ساعد المدام ولا بأي شيء؟ أما هذا أنا سي السيد بالبيت أوه طحق طحيح عليه الله خصل الأسئلة خلصنا 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 شغل المرنامج نحن للمدتلقاء لا خلصنا ناخد فاصل شباب أنطونا فاصل جميع حتى ما هذا الفاصل تفاصل خليكموا يعني ناخد فاصل المصور من بعد هذا الفاصل رجعنا لكم والفقرة الأخيرة مع نور مرحبا نور مرحبا نور شونك رمضان كريم عليكم مضيوف نش اهلا لماذا أجبتني البداية؟ نور قبل الفقرة ما أعطيتش أريد قصيدة من نزار حتى نختنوها بما أن اليوماني شوية مو بلمودة مبدعة الله مبدعة الله لا مبدعة الله بسيطة بما أنه مبدعة اليوم يقول أريد أرتاح من عندك أه وأخلص من تعب لوهام لا وضحك أنا من قلبي لأن لا أراحك من العام لا جبت هوياك بس هموم ويومية تبكي العين عنسة هم زين العمر مرة صعبة تحملك مرتين الله بغيادك رحدنا عطاء قلت لغري تنجاني عبيب العين لما نراح راح و بعد ما جاني الله 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 رح يجب ماليواص لا يجب اليوم بايجي اليوم يلا نور غردي يلا نور هسا سوف نبدأ نفتح تاروت لماذا ما عين علي؟ يلا يخلي شبري سوف نبدأ نفتح تاروت و سوف نفتح تاروتك استاذ علي شيقول اذا عنطيك ارقام اي رقم تحب تختار من واحد العشرة اوالا الورق مش عادي من واحد العشرة يا رقم تحب تختار حتى نشوف تاروتك وحظك شي ضوط يعني ما يصير عبر العشرة لا ما يصير خير الامور اوسطها خمسة نعم هسا رح اسحب لك خمس كروت واشوف عنك وعن حياتك ومستقبلك شوضة مستقمة الله وفيد لا لا ان شاء الله كل الخير كل اشوي لشحوره ودافش اول شي استاذ علي انت كلش تعبان بالفترة الماضي وكلش صحتك تعبانة نفسيتك تعبانة هل سلصر جيد وم ما نشوف شر ان شاء الله يا رب صحتك تعبانة ونفسيتك تعبانة وانت جدا قلق وبالك كلش طاقتك مشوشة يعني حتى من اباوه عليك ما اقدر اقراك بسهولة يعني احس انه طاقتك جدا تعبانة ليش انت عايش بهذا التعب ليش هي تشي منطي طاقة لنفسك انه انت جدا تعبان لا يعني حتى اذا تعبان انا من الناس اللي يكابرون اها بشكل يعني يعني حتى يجوز يخابروني لأصدقاء ويشوفوني شونك كده مرات افتعل او يعني انه انا بخير كده ممكن عايش وحيد لان هذا الكارت يدل على انه انت لك اربع سنوات او اربع فترات عايش وحيد فاطلع شوف الحياة شوف الناس التقي غير من جوك غير من وضعك لان انت جدا كئيب وحزين وطاقتك جدا تعبانة طبعا انت عندك خيارات اطلع من النار على الدكتور اي عندك خيارات وعندك رزق ان شاء الله جايك والله رح يفتح لك باب رزق جديد باذن الله تعالى حاول تحافظ على نفسك وحاول تحافظ على طاقتك لان ان شاء الله عندك فرج ان شاء الله عندك فرج يا رب هنالا استاذ علي تاروتك يبشر بخير وهذه طاقتك بها تغيير باذن الله تعالى في غضون اربع خمسة شرح طاقتك تتغير ورح تجيك اعمال ورح يجيك رزق ورح تنفتح طاقة جديدة اليك واحذر من شخص كلش قريب منك بس واحد؟ لا شخص يعني اوه اشخاص حاول تنتبه وانشخاص كلش قريب منك اقوى عرض جديد رح يجيك واشغلة جديدة رح تجيك رح تكون بها خير ورزق وصالح اليك بس انت محتار فترة موضوع حاول تاخد به قرار صحيح يعني حاول تكون خياراتك اصاح زواج ثاني هاوه هاوه ماذا ما شبيل شتيحوه شكري يا غالب يعني اختار شوف انت مضيع جزاسة ودع يا غالب النفس لا يعني زواج ثاني استاذ علي صعبة اي لا والله سيد انتخاذ صعب بس الله بحل الأربعة ترى مو رح 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 انا عذتك ايوالله طح ايوالله طح ايوالله طح بنت حاول دائما نقلتها جانا صعبة ايوالله طح حاول انت دائما لا تنطوي على نفسك واطلع وغير من مودك وغير من طاقتك وغير من الأشياء الحواليك ان شاء الله جايك رزق وخير وصحتك على سلامة رح تكون أفضل الله يحضر وإن شاء الله، وإن يسلمون. شكراً للذوق. شكراً لك. بس لحنا عدنا بس يعني التعقيب بسيط ولو خاف الوقت. أنا هاي الفترة اللي قاعدت فيها ترى مقصودة يعني. عندي يعني فالتحول من إلى. يعني بالشغل أو بيقاء حياتي. من الشغل الكوميدي فقط إلى الشغل التراجيدي. بالتوفيق. وأكو إن شاء الله يعني نقلة. وهذا رمضان اللي راح أكو عمل يعني تقريباً شبه إنه انسحبت من قده. لكن ما علنت. وأكو عمل كل مهم بعد رمضان يعني قاعد تجري التحضيرات. بس لضيع الفرصان إن شاء الله. إن شاء الله. نشغل لمجرد كمية حتى ننعرف في السرن أسماء. هذا نوعية. نوعية. صحيح. مكشفين نصارها؟ يلا يا داليا. شوفين نصارتها خوف. أسه داليا. شوفين نشوف داليا ومخينة. ومبخر هذا تاروتي. نختاري ورقاتي حتى يخرج. أنت يا رقم تحبين من واحدة العشرة. عشرة. ألا. أنت رقم. سبعة. سبعة حلو. عمي ثلاثة واحد اثنين عيشي. أربعة. خمسة ستة وهي سبعة مثل ما أنت ردي. شوفي حبيبتي داليا أول شي أنت محتارة بحياتك. ومعرفة تأخذين قرار صحيح. طاقة دائما لا تجيش طاقة التردد والتعب والإرهاق والحيرة. طبعا عدا أنه أنت الله سبحانه وتعالى مصعد شأنك والملاك الحارس ماتت كلش قوي. ما حاولون الناس يأتيون بحياتك يضغطوك. أنت محاطة بأعداء هواية. طبعا. لكن الله سبحانه وتعالى هذا الكارت يدل على أنه أنت عندك إجناحات. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحارسك. هو الذي يحاميك. هو الذي يساتر عليك بعدة مواضيع. هذا الكارت أفسر على أنه أكون شغل جديد. لكن أنت تحدد الوجهة. أنت محتارة. لا تحددها. أنت ترى نفسك بالتمثيل. أنت ترى داليا ترى نفسها. أنت تحددين مكانك وموقعك. طبعا. دخول وحب. أنت عندك حب. الحب كل شيء قوي. لكن انتبهي. هناك ناس مكارة داخلها بينك وبينك. وأكو إمرأة تحاول تفرغ بينك وبين هذا الشخص. وأيضا تحاول تعمليك الأسحار. لا لا لا. راح أضيتك؟ أيضا تحاول تعمليك الأسحار. فانتبهي من هذا الموضوع كل شيء. لأن ترى طاقة العين. أكو طاقة سحر. طبعا. حتى تعبتي. 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 تارى جسمك يحترق. تارى جسمك يبرد. ممكن تشترك الفترة الأخيرة فيها تذبدب. يعني داليا تعبتي مع العلم. أنت تحاول تدوكسين على حالك. لكن تحسين أنت محاربة من أكثر من طرف. ومن أكثر من جهة. صحيح. هذا الكارت يدل على أنت حايرة بين نارين. حايرة بين خيارين. حايرة باتخاذ قرار موضوع. لا. أبقى أروح أجي. شنو تاخذين قرار. أنا أقول إهدئي. ولا تسمعين للناس المنافقين الحواليك. ولا تسمعين للناس الذين تزنب رأسك. طبعاً أنا منوع الأثمع. نسميها. أنت يا برج. أنا تدلو. البرج تدلو هوائي. نعم. كل شيء. كل شيء. كل شيء. كل شيء. لم أعرف. هذه مدفاعية. لديك نجم ساطع بإذن الله تعالى. والناس ترى كل شيء. مثل ما أنت حابة أو أنت تريدين. إن شاء الله لديك طاقة تفرج. لي لكنها تريد tests. هل تتم على خير. ولبحث عن عالن سوف تتتت Orange. هل تتتتتتتتتها. ولم تتتتتت أنها تزنب ربناتها. Umun. للمت разные. لم يتمزحوا هذه المشهر الذي تتتتتت around the family. وملا في خمجزززززززززززززززززززززززززززززززز list!? أشكوا بيها حلو الحلال نرى النار ما نزوج رجال يريد يأخذ الثاني لا ما يصير حرام إنه حرام إذا تفتت رأي طاقتك ويم موضوع تريد تحققه راح تحققه لو لا الأعداء والمنافقين لحواليك أتحقق آخر كارت إلتش كارت الطاقة الحلوة معناها تغيير جدا رائع في حياتك وطاقتك راح تبدأ تتغير الهدف الذي تخططيه صار لك أربعة خمس تشرب حيصير له حيصير أبشرك بخير وكاس الانتصار وبيبتك إن شاء الله نشكر أشياء نورك شكرا لكم نورتيني نورتيني قلت أنت منعزل بشأن الطاقة بس هتزوجت ثانية رجال لعب سأسد نرجع لأسئلتنا يوه أستاذ علي المسرح التجاري شعبي شعبي تجاري والتجاري لدي فلوس والبطاقة لدي فلوس فهو شعبي نجاحة بالبنات والرقص رأيك جاءت فترة كل الأعمال حتى العربية بها فقرة يعني لازم بها رقص يعني جوز رايح مثلا أو أكثر اللي رايحين المصر من ضمن مهاني أكون فقرة بين العرض الأول والعرض الثاني أكون فقرة راقصة راقصة العرض المسرح يناقب مصر من يأخذ عائلتي وروح يسمى سهراء سهرة يعني بها غناء بها رقص بها كده إذا كان الرقص مقحم على موضوع المسرحية طبعا نشازن بين ذلك بس إذا كان من ضمن المسرحية وأكون رقص من الحياة قاعد نشوف بالتلفزيون نحن من قدمين شيء من خارج الكرة الأرضية نعم يعني ما أكون رقصة أخوتي الزغيرة أو ابني يعني من يفتح تلفون أول بداية المحتوى يطلع على الراقصة الفلانية يعني أنت معاه أو ضد؟ معاه أنه يكون من ضمن العمل المسرحي من ضمن القصة يعني مو مقحم أنه طلع يكون فتشيئ لأحد مو يعبر حده طبعا طبعا نحن يجوز إشتغلنا بأعمال والناس لامتنا عليها لكن نحن لم نقدم أكثر من اللي نشوفه هو مو تسليح الخطأ بالخطأ بني أغني على باطل فهو باطل صح؟ شو وراها؟ طبعا هي أقول لك فترات تمر كل شيء بالحياة يعني نحن نشوفه بالتسعينات بعد الحصار ورأتنا الشخصيات اللي قاموا تدخل بالمسرح صحيح أو بالأغاني موديلات اللي هم الغجر صح تحياتنا إلهم حيات مو انتقاص من عندهم هاي الفترة حتى مطلبين ظهروا بذاك الوقت بالحفلات تشوفين أنه راقصات غجر ونفس الموضوع اللي رجعنا عليه على موضوع مسلسل كاسا نحن موش غريب يعني أكورا قوسوا وقعوا تطلع أغاني ومتابعين كليبات ومتابعين حتى بالسوشان ميديا إن شاء الله جاي يكون أجمل انت نورتنا أستاذنا الحبيب نتمنى الوقت أطول والأسعيد في شوفتك حفظك يا باسورا واريد رب العالم إن شاء الله يوققك وتقدم بعد أكثر أنت حبيبنا ألف ألف سلامنا وقصادك هاي جميلة إن شاء الله كان في الخاطر الله كان في الخاطر الله شكراً أستاذ عليك نورتنا نشكر نور الروح ونشكر دل المشاهدين شكراً لكم شكراً جزيلاً لكم وشانت صار فترة طويلة لما شاهدوا أستاذ علي فرصة جداً شكراً لكم شكراً للقناة الدجل المحترمة شكراً للأسد الذي دعنا نرى شكراً لك عميتي يمّلو يمّك كيهتش اليوم ليش هتش ضايت اليوم ليش الختاب نورتنا وشرفتنا وأنت عن نفسك؟ نورتنا وشرفتنا طبعاً أكيد اليوم أنت معاجب نظار ضايت اليوم بعد الفطور تعبت لازم تختم أختماني أشكر زميتي أكيد فاطمة لما رفقتني بالحلقات وهي جميلة وضيوف راقين نشكر نور إن شاء الله قادم يكون أجمال عليكم أحبكم جداً 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 نظار الفارس للملتقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر